السلام عليكم احبابي كديري اللي بس عليكم امركم زيان وفي كل فيديو كنتمنكم تكونوا بي خير وعلى خير ودائما شوفكم بي خير وعلى خير لان الربح عندي فات شي كامل وفات الفيديوهات قسما بلا وربي ليشاهد واناني شوفكم بي خير وعلى خير وصحكم بي خير وعلى خير اليوم جيتكم فيديو جديد فيديو اللي غتيعجب الاكثر يد البنات اللي كيحسوا بنا هافا لا بغي ان يزيدوا في الوزن انا جبت لكم فيديو اخر وقد نهضر على واحد المؤكد المهم بزاف ايا كيف كتشوفوا معايا الحلبة واللي معروفة عندنا بزافة البنات كيف كتعرفوا ان انا كنديروها كنديروها في رفيسة كنديروها في المرشوش كنديروها في كل شي ولكن الغلط اللي كنديروها البنات اول حاجة الغلط اللي كنديرو الحلبة ما كديرش غير في الرفيسة ولا كدير في المرشوش لا بالعكس الحلبة كدير في جميع الاوكلات المغربية في جميع خاصة تكون لان كيف كتعرفوا انها غنية بالماغنيزيوم والناس اللي كيعانيهم بالنقص في الماغنيزيوم فايرا كتزيد الدم وكتزيدها الماغنيزيوم كنصحكم بيها اللي هي مهمة بزافة البنات مهمة بزاف ضروري انكم على الاقل تنضم على الصباح واتاخدوا سبعة الحبات بالنسبة للبنات يعني اللي خدامات وكيعرقوا وانتي خافوا ان ذاك الريحة تخرج ليهم را نقول لكم انكم اي لا كيتوها حبوب را ما كتخرجش الريحة ولكن إلا درتوها في الماء ولا طحنتوها وشربتوها فرا غادي تخرج لكم الريحة بالزربة ولكن هالطريقة اللي قلت لكم انكم تنضم على الصباح يعني قبل على الريق قبل غادي تديروا سبعة الحبات في ديكم سبعة البنات ما تكتروش منها كتعرفوا البنات ان انزاد الشيء عن حد انقلبها ضدك يعني سبعة الحبات ما تكترش منها يعني انا سبعة سبعة قادة بين انهم يدوزوا لك النهار كامل يعني هتحسي بواحد تفتح لك الشهية هتحسي ان كي بغى تاكلي هتحسي مع الوقت ان البشرة ديالك قد تغير وجربوا هاد القاضية وغادي تلاحظوا الفرق ان البنات اللي كي بغوا لحنيكات ديالهم يبانوا اللي كي بغوا لحمرية لحنيكات تبان كنصحكم بلح البارة هزوي نزاف هي اللي غادي تبيل لكم هاد شي كامل فهي ارام زيانة بالنسبة للناس اللي كي يعاني و من عفوين و نكتلك حب الشباب النسي كتخرج اليوم الحبوب في الوجه ودك الشي ارام مع الوقت كيتصفى لكم الوجه لانكم ما تقولون تعودين انكم كتصفوها مع الصبح هي والماء وكتعرفوا ان الماء على الريق فهو زوي نزاف كي خلي يعني كي يغسل الامعاء وكل شي والمصران مغي بقاش دارك والمعدة ما تبقاش دارك يعني الحلبة جميع جميع المكونات اللي تقدروا تحتاجوا انها باش تغلطكم ولا باش تزيدوا شي حاجة ولا باش انك الناس اللي كي عانوا من فاقر الدم فران الحلبة جامعة كل شي وكتغلطها البنات كان نصحكم بيها انا بالنسبة لي ايا ملك دبش عليكم احسن مكوين وبجريبة مشي بتجريبة مني انا اه بيان سيغ تجريبة مني انا وتجريبة من الناس اللي كان عرف انهم جربوا الحلبة وكانوا كينصحوني بالحلبة والحمد لله الليلة امتبعها لقيت صحتي عليها موقيتش كيدرني المسرعان موقيتش كدرني المعدة اه يعني اي حاجة في ذاتي موقيتش كدرني ولد كتعطيني واحد القوة كتعطيني واحد الناشاط وما كيتصورش وكتقضي على فقر الدم البنات انا كنصحكم بيها لانا مفيدة بزاف وكتقضي على فقر الدم بصيفة نهائية يعني مثلا اللي بشيتي مثلا عن الطبيب يقدر يعطيك الادوية وكتقيم دوما عليهم اوحد المودة عادي بيلك الفرق ولكن في الحلبة من هنا السيمانة قاع نعطيك يعني قل من شهر وقت لاحضي الفرق انك تزتي في الوزن وليتي كتحسيب واحد الناشاط غريب وزوين يعني موقيتش كتحسيب العياء الارهاق اه الصو ضع في جسم ديالك يعني تشي حاجة لبنات كنصحكم بيها راهزوينة بساف ودابا غادي يمشيوا بشوريكم ماما الوصفة اللي غا تقدم معاكم على الحلبة النيت انا اه 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 ابر داك الشي اللي غادي توريكم ماما دابا انا كنصحكم بالحلبة بالنسبة لبنات اللي كيعقزوا انهم يديروا الوصفات ديال الحلبة انا كنصح كاختي انك يديري غيس بعد الحبات مع الصباح وتصفيهم معاكس ديال الماء وغادي تلاحظي ان شاهدك تحل النهار كامل يعني غا تولي تبغي غا تاكلي يعني غا تولي انك واخر غا تفطلي غا تحسي عتاني بالجوع واخر غا تغدي تحسي عتاني بالجوع يعني لو بغا تتغلاضي خاسكي تضوب لي الماكلة ديال النهار يعني احنا لدينا ثلاثة الواجابات او اربعة الواجابات بالنسبة للناس اللي كي ديروا القوت ديال اربعة الواجابات ولكن تيمي غا تاكلي الحلبة غا تولي تاكلي حتاني منية الواجابات في النهار لانك تفتح الشاهية بواحد شكل فضيع في واحد شكل واحد بالزافكة وكيف قلت لكم صحية وخليكم دكت دواية تاع فرماسيانات اللي كيعطيكم بلا وصلة طيبية بلا تشي حاجة باعدهم دكت خربيق را كتدروا غير صحتكم والاعراض كيف قلت لكم را ما كيبانو شدابا ديال لدوك الدوايات ودك الفانين الاعراض كيبانو من بعد يعني من بعد ما غا توصلي مثلا تكبري ولا شي حاجة فرا تلقيت تلقي حتان مشكل في الإنجاب البنات انا را تلقى ديال سهولت عليها بالنسبة للبنات اللي كي ياكلوا دكتشي الغلد را صعيب الحال بزاف را يقدر يوصل بك انك تولي يعني ما تقدريش انك تولي وغا تتخرجي على صحتك والله يحفظ يقدر يوصل الموضوع انك تصابحت بالكونسير ولا كونسير تادي انا تقول لكم البنات بعدو من دكت خربك واحد القاضية نزيدها لكم والصراحة اللي انا تفاجأت بها من كدب شديكم سهولت عليها و سهولت عليها الطبيب قلت لي بغا تنسو لك بالنسبة للحلبة واش بالصح انها كتخلي المرأة اللي كتكون داومها يعني المرأة اللي كتكون مزوجة انها تولد يعني انها اللي كتكون مع مره مولدات و كتدوم الحلبة و كتولد القلت لي بغا تنسو لها جيدا نحن المرأة اللي كت star قال boy الموضوع عبنات ضروري نقومون بإضافة نحن نجد بإضافة لا أتركض لكم أتركض يطلق وضع ونقوم بإضافة بعضنا بإضافة حياة يجب أن تبدي ليس أيضاً لديكم وصفة نبدأ على بركة الله نضع الصباح نضع الصباح سبعات الحبات نضع الصباح نضع الصباح تحضرها و تأكلها هذه الحلبة يستخدمها تشدها و تمنحها طيبة مريقة و يبخلها كميحة الكوكوتو و لا طيبة مع الحم أو مع الجرس وتوكل سبع ايام فتحت مشاركة فتحت الشهية فتحت البيتاد فتحت المشاركة فتحت المشاركة سوف نعطي المشاركة و مرحبا و أخي سوف نحضر هذه المشاركة انا سوف نعطي المشاركة و كنت تضرني سلحة نحصل على قبل العسل الحر و اعتقدت حلوبة عالية و اجدت العسل الحر و أجدها مطحون و ارتكبت العسل الحر و قبيت العسل الحر وخلوطتها مزيان حتى تخلوطت مزيان بالعسل الحر وخليتها بات الدكليلة حتى تلقت من اللي كان نضم مع الصباح كنهزم عشقة وتناكلها ومع الصباح مع عشقة ومهال 12 مع عشقة على الخوة في الليل من اللي كان نبغي الناس مع عشقة على الخوة من بعدها كان نبعدها واحد من الساعة هكوا كنت شوفي الجوع كي غادي يجي كتولي التقريب خير أنا غا ما عنديش العسل وما نوريكم كي ندير لها وكمن هنا القدام إن شاء الله لاجت العسل وشريته سوف نجيبوا ونوريكم كيفية تديرو لها مع العسل إذا كنت تخلطت مع العسل وكتكلعوا ثاني سبعات الحبات وكتستعلمة سوف يخير من ذلك وانتون تردو عليها على شاء البنات قلت لكم سبعات الحبات حينتش أنا كنعرف أن بعض البنات مكين يحملوها لدرجة أنهم لكي عارفوا بليل حلبة كينا في الرفيسة ولا كينا في المرشوش مجيبوا وش يأكلوا ولكن نقول لكم البنات راه الحلبة راه مهمة بزاف راه عند تجريبة يعني را قلت لكم أي حاجة كنديرها فعليها مصداقية يعني را قلت لكم غير مصلاحتكم أنا جيتكم بهذا الفيديو اليوم باش نقول لكم أن الحلبة راه مفيدة لصحة وكان قلت لكم أنها عالش قلت لكم أنا سبعات الحبات لأنه كيف قلت لكم كان عارف البنات أنهم تكرهوا ديك الريحة ديالها راه بصحة يا ريحة خانزة ما نكدبش لكم ولكن راه غادي تحسوا بوح الفرق كبير تحسوا بوح الفرق كبير لا في الصحة ديالكم بصحة ديالكم لا من برا ولا من الداخل عادي تولي وأنكم قادرين عادي تولي لكم واحد نشاط غريبة تحسوا به غادي تولي زيادة في المغنيزيوم الناس إلا نقص حاد بالنسبة للحديد في الدم لي صحيح أ Taric يحمل عليا تأكل الزع يحمل الأموال يتخفض نسبة للكوليستيرول يحمل الأموال سوف نعبط السكر لانها تضيف الحرورة لانها تضيف السكر لانها تضيف الحلبة وانها تضيف الحلبة سوف نقوم بإسفة الحلبة بطريقة التي قلت له ماما سوف نزوين بشكل جيد وتبارك الله عليكم ونجيكم في الفيديوهات ونحن لم نريد لكم غير الصحة والراحة ونحن نريد لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ودائما نراكم بصحة جيدة وتحاجة مضطر لكم تبارك الله عليكم احبابي هذا هو الفيديو نتمنى انه يكون نعجبكم ونفتكم شي حاجة على الاقل ليتخفف عليكم الضرر اللي عندكم ونقول الحباب ديالي الجمهور ديالي اللي في شي مرض ولا شي حاجة الله يشافيه والله يوقف معاه وطبعو هاد شي اللي قلت لكم فهو رصحي وزوين نقدم تحلي الناس عفواليكي تابعوني داخل الوطن وخارج الوطن تبارك الله عليكم نتلقوا ان شاء الله في ساعة زينة نهير زوين صلو ليا فراسكم وان شاء الله مكن غل جديد شكرا